ولفت شكري إلى الزخمة الحالية في الاتصالات واللقاءات بين الجانبين المصري وتركي مشيرا لتوجهات الرئيس السيسي بأهمية تحقيق المصلحة المشتركة وتوثيق العلاقات بين القاهرة وأنقرة ومعالجة التحديات المشتركة وضف شكري أنه عقدة ونظيره التركية جلسة مباحثات سنائية تبعتها جلسة موسعة تم خلالها التأكيد من الجانبين على وجود إرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة خلال مباحثاتنا المنفردة ومباحثاتنا الموسعة كان هناك تأكيد من قبل الجانبين على وجود إرادة سياسية قوية للارتقاء بالعلاقة والعمل المشترك سواء في المجال الثنائي أو في إطار الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في الإطار الإقليمي بالتأكيد أن العلاقات المصرية التركية لها جزور عميخة حضرية وفيما بين الشعبين في كل منحة هناك ما يذكرنا بهذه العلاقة والاعتزاز بها وأتصور أنه كانت دائما كلما كانت علاقة قوية وعلاقة إيجابية كلما كانت هناك فائدة مشتركة للجانبين وأيضا كانت هناك عوائد إيجابية فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية التي نعيش فيها